خلاص كده خلصنا الشربة ندخل بقى في الطبق الرئيسي ندخل بقى مع البطاطس اللي هي بالسيفود تمام ده طاجن اه يعني تقدري تقولي طاجن تقدري تقولي طاجن تقدري تقولي صنية يمشي طاجن يمشي صنية يمشي كل حاجة اوكي صنية السيفود بالبطاطس والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة بالزبط كده تمام نحن هنجيب السيفود كده عشان خلص أساسا هي تاخد غلوة وخلاص صح خلاص هي كده خلصت خلص تمام هنغرفها على طول احنا هناخد معنا البطاطس بقى فهناخد معنا عشان احنا بنشتغل السيفود مش بيستحمل سوى يعني فانا هاخد البطاطس معايا نص سوى اخدها بقى نص سوى بأي طريقة نص مسلوقة نص بلانشي كده في الزيت وانا بفضل ان هي تبقى بلانشي كده في الزيت لان بيتديني طعمه أفضل يعني بلانشي في الزيت يعني اخده تحميرة يعني نص نص تحميرة نص تحميرة تمام دي صنية السيفود بالبطاطس اول حاجة ان البطاطس تاخد كده نص تحميرة في الزيت حلوة قويشة حلوة كده يعني نبديها كلها مع بعض في طالعة واحد البطاطس متقطعة مكعبات عشان انا مش عايزها محمرة يعني انا عايزها كده اه طيب البطاطس متقطعة مكعبات ما تنفعش شرايح صح؟ تنفع كل حاجة ممكن؟ تنفع كل حاجة انا قلتلك كل حاجة وليها طريقته أوكي تنفع كل حاجة ماشي شغل السمك ينفع فيه كل حاجة انا بعمل بطريقة وبشتغل بطريقة والتاجن ده بيتعامل باكتر من 15 طريقة فاحنا هنشتغل كده معانا هناخد معانا الزيت الحلو بتاعنا برضو وهاخد الحاجات كلها الفواكي البحر اللي هتتحط في البطاطس اخدها بلنشي نص واحدة زي ما انا هاخد البطاطس كده كويس وهاخد دي وهاخد وخلطهم كلهم مع بعض وهنشتغلهم بشكل تاني هناخد معانا معلقة البصل المبشور بتاعنا كمين زي ما قلت انك هتمشي الأكل كله كله ماتيريال واحد كمين كويس كده يبقى الرز كان بالمرتة شربة السيفود كان فيها برضو البصل المفروم ودي الصنية البطاطس هاخد معلقتين توم بقى كده وهحط كمية البصل كلها اللي انا عايز احطها احطها هنا هو هي تبقى بزيادة شوية بس انا هحطها هنا خدنا بصل المرتة اللي احنا حطناه وخدنا بصل من العادي اهو اه يعني مقدار بصلية كده او بصلتين بالزبط مقدار بصلتين كده جميل جميل كده وهناخدهم معانا كده مع معلقة التوم الحلوة احنا حطينا معلقتين ونحط معلقة كمان كده ثلاث معلق يعني مقدار عشر فصوص توم كده جميل يا شيف بايس عشان انا عايز ادخلها على الفورن تاخد وشي وتطلع بس او والحاجات تبقى مستوية يعني تعتبر من قبلها بالزبط كلها تبقى مستوية وشغالة متجازة تشعرف برضو قتله الحلوة حما نشوف ربنا يستر ماشي يعني اكين نبس لقها في الزيت اخبار الرز ايه يا شيف ايه الرز اخباره ايه الرز خلاص احنا قلبناه وتمانا اهو خلاص الرز خلاص هنشتغل حكت الرز كمان واحنا بنشتغل اه هو الرز داي تحطي له جنبري ولا هنزوجه تحطي له كل حاجة رحته رائعة جدا جميل والشربة بتغريبة خلاص الشربة خلاص كده خلصت خلاص طلعناها كده خلصت تمام ناعد بقى معانا الرز بتاعنا برضو نشتغل على طول بسرعة بقى عشان نلحق وقتنا الزيت بتاعنا برضو الحلو هناخد معانا بقى فاص التوم احنا خلاص مدين بصل مدين بصل مدين بصل في الرز خلاص بقى تمام كويس اوكي هناخد معانا ايه هااا tuh هاااا رقام التليفونات للتواصل معانا قدام حضراتكم على الشاشة اللي عايز يسأل الشيف سامح عن اي حاجة يتفضل يكلمن هناخد معانا السبية بتاعتنا اوه اللي عايز يسأل عن حاجة للاسماك اوكي اللي عايز تسأل عن اي حاجة تانية برا الموضوع اوكي ثبت. خذنا السبية بتاعتنا. ام. ننزل بس تاخد لفة وهننزل على طول وراها. الالصانية دي بتتعمل كده. انا ممكن قديها اضافة. يعني نحلل القعدة شوية. فهندي معانا عشان البطاطس هندي معانا فلفل اخضر. وهندي معانا فلفل حرق. وهندي معانا فلفل الوان. الله. الفلفل دي كلها اضافات. اش عايز تحطها ما تحطهاش. بس انا. بحلل القعدة شوية. انسحكم ان تتخطوها يعني. بايس. لانها تبقى حلوة جدا. حلوة قوي يا شيف. بايس كده. جميل. حلوة الالوان في الاكل كمان بتفتح النفس يعني. يعني ليش. انا برضو مش بسوي قوي يعني مش هسوي مية في المية هنا. هسوي نص كده. هناخد معانا السمك بتاعنا الحلوة اللي احنا كنا اخدنا معاه. السمك الفلين. اه اللي احنا كنا تابلناها. اخدنا في الرز بتاعنا. الرز بتاعنا هنديله سبيا. اوكي. وجنباري بس. وهنديله ممكن شوية باكلاويز او شوية حاجة. تمام. احنا معانا ابونا رويس من المينيوم سأل خير يا وتسابوني. اهلا بودتك يا ابو نور. اهلا بودتك يا ابو نور. اهلا بودتك نخليك. الابداع ده. ربيت جمال ده. ربنا يديم حياتك. قطر خيرا. بالتعليق كلهم ابداع وجمال. مرسي. ربنا نخليك. طيب هستدر حتيك نشوف سامح لما سمحت بعد اذن حركة يعني. اتفضع القدسة. احنا بنشتري السمك اللي هو البلطي او البياض. اه. في شهر واحد او 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 اواخر واحد كده يعني. تمام. بنشتري طازة من النيل على طول يعني. تمام. وعايزين نحفظه. اه يعني اكثر مدة لحفز السمك كده ايه. بعد ما نضافه ونحطه في الفريزة. هو يعني هو البلطي تحديدا يعني يا ادسك معلش يعني هو البلطي بالذات عشان روحه اه و سيارة يعني زي ما بقوله كده. فبياخد حوالي اسبوع. مش اكتر من كده. لو هنجمده. لو هنجمده اسبوع مش اكتر من كده. ما يبتكلش بعد السمك خالد. لا. لا. والبياض. لا. يعني سمك 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 النيل سمك النيل عفوان ابونا سمك النيل عفوا معاه ده البلطي بتاع اسوان اللي هو الكبير جدا. البلطي اللي هو بيتعامل في ليه وده ممكن يتحفز مدة كبيرة لو تشال منه الهوى. لكن برضو مش ازيد من من شهر شهر ونص. لكن لكن البلطي اللي هو الزغير لا يعني هو يتنظف ويتحفز يتنظف كويس يتحفز هو اسبوع بالضبط انه فيش اكتر من كده. لكن ما فيش شهرين ثلاثة اربعة. لا 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 خالص. لا خالص. ما ينفعش يا. لا خالص يا ابونا للأسف. مرسي اشكرك. مرسي ربنا خليك. ربنا خليك. ربنا خليك. شكرا جدا. هناخد بقية الكابوريا بتاعتنا. احنا كده بنعمل الرز بتاع العشان تحط له الاضافات. اه دي هنسيبها كده عشان نحطها سليمة على الصنية. احنا هناخد بس معانا دي للرز كده. كابوريا بتاعتنا الزريفة. طيب. مع يعني الاضافات بتاعت الرز انت هشغال في صنية السيفود. بالزبط. شغالين كده صنية البطاطس بالسيفود. هننزل بالجنباري بتاعنا بقى. كمان. انا لسه متبلناش. حطينا كل الفلفلات بتاعتنا وكل الحاجات بتاعتنا. كل انواع السيفود اللي حطت. وهناخد معانا شوية جندفلي كمان. كمان. حلوة. وهناخد معانا شوية جندفلي للرز. ويبقى كده خلصنا الجندفلي كله. وقسمنا كل تقص على بعضها. هناخد شوية بيت سيبيا للرز. جميل. شوية بيت سيبيا للصانية. الصانية دي هتبقى رائعة جدا على فتن. هو الاكل كله رائعا هرده يا. حدوش يقدر يتجد. اه. الاكل كله طحفة. تسلم ايدك يا شيف بجد. هناخد بقى معانا. الصلادية الحلوة دي. ممكن يا شيف نوسع الاطباق دي بس. اه احنا هنشلهم كلهم في الاخر بس ثانية واحدة. اهو. اهو. ماشي. اوكي. اهو. خيب. بكده خلصنا شرب السيفود والشيف ورنا نعملها ازاي بطريقة طحفة وسهلة جدا. عملنا رز السيفود بالمرتع. والشيف دلوقتي هيزود عليه الاضافات اللي هي السيفود وشغال في صنية البطاطس بالسيفود. هنحط التواب اللي حلوة بتاعتنا. حطينا كسبرة نشفة. حطينا فلفل اسمر. حطينا كمون. هم. حطينا الملح بتاعنا. بنعمل حسابنا في الملح عشان البطاطس. هم. كده تمام. 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 جميل. هنا بقى اللي بيدي النكهة للصانية دي هي انا محطتش مية هي جابت ميتها كلها وهي دي اللي انا عايزه. هاخد انا بقى المطاطس بتاعتي خلاص كده تقريبا. حلوة قوي. هاخدها بزيتها كده انا مش عايزة اصفي الزيت بتاعها قوي عشان انا مش هحط عليها زيت. وهنزل عليها بالكلام ده كله. ده ايه دي يا شيف هيها تدخل فرنة كده ولا ده عشان تقلبها. حاجة كده غريبة شوية. ده عشان يدخلته مع بعض يعني. وهنحط عليها كسبرة والشبت بتاعنا معلقة ومعلقة حزمة وحزمة يعني. تمام. جميل. احنا معانا استاذة هيلانا من حلوان نساء الخير يا فن. وهنجيب البايريكس الحلو بتاعنا. اهلا استاذة هيلانا. اهلا محاضرتك من ورانا في يومين. الله يخليك. دلوقت عادي بعلق على استابونا اللي تكلم. انا هو مقالش ليه ما يقضش افتر من المنذوق. مقامش ليه طعمه هيضير هيعملها. انا بقعده بالشهرين وبالثلاثة وبنصرحه حاجة. بتقعد السمك بالشهرين وبتقشف سمحه. حاجة بتقعدي سمك ايه اللي بالشهرين والثلاثة. اللي هو البولتي بنظافه وحكيه ويعانه كوكياته بيقعد بالشهرين والثلاثة. حضرتك على حسب البولتي حجمه ايه وعلى حسب البولتي ده طالع منين؟ في بولتي البولتي اللي بيطلع من النيل في بولتي بيقعد انا قلت بيقعد بالشهر ونص وبالشهرين وقلت فيه ما ينفعش يقعد اكتر من اسبوع لان بينعم بينعم لحمه بعد كده بينعم بيبقى ناعم بينعم ويمكن حضرتك تاخدي بالك من كده من الحاجات اللي انت بتخزينيها تبص تلاقي اللي بتطلعيه في الاخر بتلاقيه ناعم لحمه بيبقى ناعم صح بالزبط كده فانا بكلم حضرتك في حاجة مهنة يعني انا بكلم حضرتك في حاجة بنقول للحاجة دايما هنا في ميثات بنقول للحاجة الصح وبنعمل الحاجة المزبوطة اللي هي ما بتتعملش في مكان تاني. اكتنا اكفل حضرتك عشان حضرتك ما قلتش ليه بيقعد زبوع عشان ايه يعني? اه لا ما عليش انا اسف عفوا يعني احنا مش بنعدل على بعض احنا بنصحح لبعض احنا كلنا مصلحاتنا واحدة وكلنا بنصحح لبعض وحضرتكم طبعا انت حضرتك طبعا يعني اكيد طبعا يعني اكل حضرتك جامد جدا فاحنا يعني اتشرفنا باتصالك وعلشان السبك يبقى زي كأنه لسه جايبا يعني بصوا جماعة طاجن ده اهو كده هو كده ناشف ناشف من غير ما نحط فيه اضافات ومن غير ما نحط فيه شايف احنا هنعمل ايه في الحلة دي احنا بس ناخد معانا الكابورية دي كده نحطها كده بس في الاول كده وبعدين نشوف هنعمل ايه كويس هندخل الطاجن ده الفرن بالزبط عشر دقايق ماشي عليه زيت من علوش اه بنديله زيت كده على طول كده عشر دقايق كده ده مش هينفع نحطله بقى لا كريمة ولا صلصة ولا حاجة هنحط كل حاجة بجاب هنحط كل حاجة نضيف عليه كده الكريمة اللباني كده الزريفة كده حلوة كده يعني عشر دقايق بالزبط هنحط له جبنة متزرل تمام احنا كده عملنا خلص خلاص الطاجن او صنية السيفود بالبطاطس والشوف ورانا ان كل الحاجات او كل المكونات بتاعتها تعتبر اخده نص سوا او خلاص يعني ايه تدخل الفرن عشر دقايق تطلع تبقى جهنزة ترجمة نانسي قنقر